كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وزارة التعليم الأمريكية بدأت في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جامعات لم تكشف عن التبرعات المقدمة لها من كيانات وحكومات أجنبية من بينها قطر وتشتبه تقارير أمريكية عدة في غاية الأموال القطرية الممنوحة للجامعات الأمريكية التحقيقات الأمريكية تحاصر مجدداً مساعي قطر المشبوهة في التأثير على القوة الناعمة في الولايات المتحدة فوفقاً لصحيفة نيويورك تايمز بدأت وزارة التعليم الأمريكية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات التي فشلت في الكشف عن التبرعات والعقود المقدمة لها من كيانات وحكومات أجنبية لضمان عدم ارتباطها بالإرهاب وأشرت الصحيفة إلى أن الوزارة طلبت في رسائل إلى تلك الجامعات في يوليو الماضي باستجلات تعود إلى تسع سنوات تحدد معاملاتها المالية مع دول منها قطر والصين والتحقيقات بشأن التمويل القطري المشبوه للجامعات الأمريكية كانت تجرى بهدوء بينما كان أمير قطر في رحاب البيت الأبيض في يوليو المنصر فبالتزام مع الزيارة طلبت وزارة التعليم من جامعات من بينها جورج تاون وتكساس A&M الإفساح عن سنوات من استجلات المالية بعد تعاثم المخاوف من عدم إبلاغ الحكومة الفيدرالية بشكل كامل عن الهبات الأجنبية التي تتلقى عنها هو لا أحد يسبق قطر وفق التقارير في تمويل تلك المؤسسات ففي يونيو الماضي كشفت وكادة أسوشييتد بريسا الأمريكية أن مؤسسة قطر الخيرية قدمت العام الماضي 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون فيما قدمت بالفترة ذاتها 6 ملايين هو 100 ألف دولار إلى جامعات تكساس A&M فيذهب محامها العام الماضي إلى رفع دعوة قضائية في تكساس سعيا إلى منع جامعتها من إصدار سجلات بشأن التبرعات التي تقدمها التوحة وحجتهم في ذلك أن تلك التبرعات تصل إلى مستوى الأسرار التجارية ويمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى منح المنافسين ميزة غير عادلة وما زالت القضية معلقة إلى الآن في المحكمة بيد أن الاشتباه في مآرب الأموال القطرية ليس جديدا في كل الأحوال لدى الأمريكيين فبحسب تقارير بالأموال تشتري الدوحة ثمما أكاديميين هو إعلاميين في الغرب وتجند أقلامهم لغسيل صمعتها حتى تطمئن إلى أن الأمور تمضي على مقاس أجندتها معنا من واشنطن الكاتبة الصحفية سيدة كيلي تورنس أهلا بك سيدة تورنس معنا على سكاي نيوز عربية سيد تورنس ما طبيعة هذا التمويل القطري أهلا بك ما طبيعة هذا التمويل القطري للجامعات الأمريكية وما طبيعة الشبهة الذي ممكن أن نتحدث عنها مع العلم أن قطر مولت جهات كثيرة بأموال مدعومة بالإرهاب و بالدماء وما شابه نعم ماجيد هذا سؤال جيد الحكومة الأمريكية أخيرا تحقق في هذا الأمر بعد تجاهل ذلك لسنوات واحد وتسعون مؤسسة تعليمية أتلقت مليارات الدولارات من حكومات أجنبية و الآن من بين الأسباب التي جعلت الحكومة الأمريكية تنظر إلى هذه التمويلات هو أنها ليست مبلغا عنها وهناك مدارس تنظر في أمرها الحكومة الأمريكية مثل جامعات تيكساس أي أند أم وكورنيل وراتجرز وكذلك جورج تاون هذه جامعات مؤسسات تعليمية معروفة وزارة التعليم تنظر كيف أنهم ما إذا كانوا قد طبقوا القوانين في تلقي هذه التمويلات أم لا وهل أنهم بلغوا عن هذه التمويلات بطبيعة الحال هناك روسيا والصين وقطار الذين هم في دائرة الشبهة وهناك العديد من الأموال الطائلة تقدمها قطار العديد من بيوت النخبة والفكر هنا ومراكز البحث هناك 15 مليون أعطيت لمركز بحثي وقطار تحاول أن تمدد نفوذها هنا في مراكز القرار في واشنطن وتحاول أن تؤثر على الناس حتى قبل أن يأتوا إلى واشنطن وتستهدف أولئك الذين يدرسون في الجامعات والمؤسسات التعليمية حتى يكون لهم تأثير في دوائر صنع القرار وقد تفعل هذا لأن لديها الأموال لفعل ذلك وهي تريد أن تفوز بالنفوذ وهي بطبيعة الحال تواجه مشاكل مع الحكومة الأمريكية لأن أمريكا تعرف أن قطر لم تكن دائما مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية في مجال مواجهة إيران بل هي تتعاون مع إيران ولذلك إدارة ترامب قلقة لذلك يبدو أن قطر تحاول بسط نفوذها أكثر عبر هذه التمويلات وعندما تنفق هذه العشرات من الملايين من الدولارات على هذه الجامعات فعل هذه الجامعة أن تبلغ عن هذه الأمر ومن المهم جدا والمثير للقلق أن بعض التقارير التي ظهرت في بداية هذه السنة ظهرت أن هناك بعض أثقوب السوداء أو بعض الصناديق السوداء في بعض الجامعات لا نعرف حجم الأموال التي تتلقى هذه الجامعات وكيف تصرفها لذلك وزارات التربية والتعليم تفعل ذلك وأنا سعيدة بهذا سيدة تورنس هناك سكوت من الحكومة الأمريكية على تصرفات قطر في دعم الإرهاب الآن سكوت في مسألة تخص داخل الأمريكي ورأينا هذه الأموال المشبعة بالإرهاب وبالدماء تدخل إلى هناك محاولة تأثير في السياسيين والنخب ما شابه دول أخرى منعت حتى وزراء خارجية وأطراف أخرى من الدخول أو التأثير لماذا يسمح لقطر بفعل ذلك في واشنطن؟ هل صحيح هناك تنسيق قطري مع الاستخبارات والبنتاجون؟ وهناك أسلوب كما رأينا في مسألة الخريف العربي ورأيناه خلال السنوات الماضية؟ أعتقد أنه في العديد من الحالات الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تنتبه كثيرا لما تفعله قطر ولم تكن تدرك حزم الخطورة الذي يمثله ذلك على هذه المؤسسات الأمريكية وخصوصا في عهد إدارة أوباما كان أوباما يريد أن يوسع علاقاته مع إيران وكذلك حلفائها وربما إدارة ترامب لم تكن تعرف ما الذي كان يحدث وفي الوقت نفسهم عليهم أن يعرفوا أنا متأكد أن الاتخبارات الأمريكية تراقب عن كثب هذه الأموال وتعرف كيف تتتفق إلى أين تصل وكيف تصرف كما تعرفون قطر تستضيف القاعدة الجوية العديد هناك وأعتقد أن هذا يصعب أمر تشدد أكثر حيال قطر بندر إلى ما تفعله ولذلك هناك تفكير فيما إذا كانت قطر هي الدولة التي هي جديرة بالتعاون معها أم لا في الوقت الحالي وأعتقد أن هناك مخاوف ومباعث قلق حيال ما تفعله قطر وأنها تقوم بإلحاق الضرر أكثر بأمريكا ولذلك هناك قلق في أمريكا حول ما تفعله قطر وخصوصا أن إيران هي الهدف الأول للولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي صديقة لقطر الآن ولذلك كما نعلم اليوم أمريكا أعلنت عقوبة جديدة ضد إيران وهناك تشديد أكثر للخناق على الحرس الثوري الإيراني ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحمل هذا الأمر بجدية أكثر هذه التمويلات التي تزلقها هذه الجامعات والتي لم يكن يمحص في شأنها في عاد أوباما لكن سيد كالي رغم كل ذلك رأينا الرئيس ترامب يعني هناك سكوت كامل على الجانب القطري منذ مقاطعة الدول العربية لها لم يكن هناك حديث بل هناك تنسيق عسكري واستخباراتي واضح متى سنرى تحركا جديا أم أننا نتحدث اليوم عن لغة المصالح تفوق ربما شعارات مكافحة الإرهاب باختصار أعتقد أن بعض مستشاري ترامب ينصحونه بتوخي الحذر في ذلك عندما تكون هناك دول خالجية تقف ضد قطر وتقول لن نتحمل هذه السلوكات من قطر أكثر ترامب كان يريد أن يأخذ موقفا لكن بعد مستشاريه نصحه بأن يكون محتاطا وبطبيعة الحال هو يريد أن لا ينخرط كثيرا في نزاعات الشرق الأوسط وهناك من ينصحه بعدم التورط في تلك النزاعات لكن بطبيعة الحال يجب أن يقف ضد الإرهاب ونعرف أن هناك دعم من إيران للإرهاب ونعرف أن قطر تنصق مع إيران ولذلك يجب أن يتم التعامل معها بسرامة أعتقد أن بعض مستشاري ترامب يريدون منه أن يكون أكثر سرامة مع قطر وهذه المعركة ربما هو لا يريد أن يضعها في أجندته كأولوية لأن هناك أشياء أخرى في شرق الأوسط كذلك البيروقراتيون في أمريكا يريدون أن يأخروا هذا الأمر ربما قليلا لذلك كانت هناك علاقة جيدة دائمة مع الحلفاء في الخليج وليس لدينا علاقة جيدة حاليا مع قطر أعتقد أن الفكرة هو أنهم يسمحون بوجود جنودنا بالآلاف هناك ونعرف أنها ليست الدولة الوحيدة التي يمكن أن نضع قاعدتنا فيها هناك دول أخرى بديلة وهذا الأمر أوثير مسبقا لأنه عندما يكون لدينا وضع فيه تحدي مع إيران ويكون هناك تنسيق من دولة في الخليج فيها قاعدتنا مع إيران هذا أمر مبعث للقلق وخصوصا عندما نجد بعض هذه الاستفزازات التي تتمثل في تمويل مثل هذه الجامعات ولذلك قد ترحنا على المحاك أشكرك كانت معي من واشنطن الكاتبة الصحفية سيدة كيلي تورس شكرا جزيلا لك